بعض تعهدات باتخاذ إجراءات انتقامية نفذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعده بالرد على سقف السعر الذي حدده الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي من خلال توقيع مرسوم رئاسي حول إجراءات انتقامية وبحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية فأن المرسوم يحضر توريد النفط الروسي والمنتجات النفطية إلى البلاد التي حددت سقفا للسعر كما أنه يمنح بوتين إذنا خاصا لتوريد المنتجات المحضورة بمجب سقف السعر على أن يدخل المرسوم الرئاسي حيز تنفيذ في الأول من شهر فبراير القادم ويسر حتى أول شهر يوليو 2023 وكانت الدول الغربية وفقت على فرض عقوبات على روسيا في قطاعات من بينها الطاقة وفرض سقف لسعر النفط فكيف تطورت أزمة النفط بين الغرب وروسيا شهر مارس وفور بدي حرب أوكرانيا وافق التكتل الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظرا على الاستثمارات في قطاع الطاقة ووردات منتجات الصلب شهر يونيو أعلنت مجموعة السابع بدأها دراسة قرار جدي يفرض سقفا لسعر النفط الروسي بهدف الضغط على الموارد الروسية وتعزيز الاستقرار في أسواق النفط وفقا لقولها لهجة التحذير الروسية بدأت أكثر صرامة حين حذر رئيس السابق ديمتر مدفدييف من قطع بلاده إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال وضعت سقفا لسعر الغاز الروسي في الرابع من ديسمبر دخل قرار الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السابع وأسترالي حظر استراض النفط الروسي المنقول بحرا بأكثر من ستين دولارا للبرميل حيز التنفيذ وفي واحدة من أكثر التجارب تأثيرا على الحرب بدأت دول الغرف الخامس من ديسمبر في محاولة وضع سقف سعري للنفط مطالبة بألا تقوم أي دولة بشرائه بأعلى من السعر الذي تم وضعه بعدها بيوم وافق أعضاء السوق الأوروبية المشتركة على سقف لصادرات النفط الروسية لأطراف أخرى بحدود ستين دولارا للبرميل وذلك لتقليص الريع النفطي للكريملين الإضرار بالاقتصاد الروسي موسكو في رد على القرار توعدت الغرب الرد على تحديد سقف لسعر نفطها وحذرت واشنطن من اختبار صبرها كما أكدت أنها ستلجأ لآليات رجسية وسلسلة جديدة لتصدير نفطها بعد هذه أيام لوحت موسكو بأنها قد تخفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 إلى 700 ألف برميل في اليوم مطلع 2023 أي ما بين 5 و7% ردا على اعتماد الغرب سقفا لأسعار نفطها